لرحيل مدافع النادي الاهلي محمد عبد المنعم خارج صفوف النادي الاهلي في الموسم الجديد هنتعرف على كل شيء بالتفاصيل في الحلقة دي ولكن في البداية ما تنساش افضل حاجة هنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهما صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام بالطبع هذه حقيقة مسيرة للاهتمام في الواقع هناك بعض الاخبار حول رحيل محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي عن الفريق في نهاية هذا الموسم ما فيش شك ان محمد عبد المنعم بيعد من افضل المدافعين في العالم ليس في افريقيا ولا العرب ولا مصر فقط محمد عبد المنعم يمتلك خبرات كبيرة جدا ويمتلك يعني كلام كتير جدا في هذا التوقيت فمحمد عبد المنعم رحيله عن النادي الاهلي هتبقى مشكلة كبيرة جدا للسويسري مارسل كولر في الموسم الجديد خصوصا ان النادي الاهلي داخل على 3-4 بطولات قوية جدا اولهم طبعا كأس العالم للاندية في 2025 وكمان دوري ابطال افريقيا النسخة الجديدة وكمان الصبر الافريقي الشهر القادم امام نادي الزمالك كمان الصبر المصري في الفايز بين الدوري والكاس هذا الموسم يعني داخل على بطولات ملحمية كبيرة جدا فرحيل محمد عبد المنعم عن النادي الاهلي في هذا التوقيت بيعد صدمة صدمة كبيرة جدا لكل جماهير النادي الاهلي ولكن انتوا زي ما انتم عارفين ان النادي الاهلي حيناقش كل العروض دي النادي الاهلي حيناقش رحيل محمد عبد المنعم وهيناقش كل حاجة تعالوا نتعرف على كل حاجة في هذا الفيديو يبدو انه مرتبط بفرصة للرحيل محمد عبد المنعم مرتبط بفرصة عن الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا للمصادر طبعا اللي منتشر على السوشيال ميديا كلها كمان الشيخ محمد شابان اتكلم عن الموضوع ده الاستاذ معاطق عبد المعاطي ازاك اتكلم كمان الدكتور على اصادق اتكلم وفقا للمصادر يفكر عبد المنعم في تجربة الاحتراف الخارجي وقد تم رصد عروض من اندية اوروبية وخليجية وعربية وعلى الرغم من اهميته كاحد افضل مدافع افريقيا يبدو ان النادي الاهلي تمام مرون في التفاوض يعني مارن في التفاوض حول رحيله سيكون من المسير متبع التطورات هذه القصة في الايام القليلة الماضية طيب ما هي الاندية التي ترغب في ضم مدافع النادي الاهلي ومدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم يبدو ان هناك صراعا شرسا بين عدة اندية اوروبية تتنافس لضم مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نادي نيس الفرنسي يدخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الاهلي لضمه وهناك ايضا اهتمام من مواطنه موناكو الفرنسي وجلاطة صراي التركي وبولونيا الايطالي الحقيقة كده الحقيقة يعني يبدو ان عبد المنعم يسير اهتمام كبير بعد تقلقه مع النادي الاهلي ومنتخب مصر سنراقب تطورات هذه القصة بشغف يبدو كده الحقيقة ان نادي نيس الفرنسي مش من الاندية القمة في فرنسا فاندي تلقعه على فكرة النادي نيس بيصارع على الهبوط كمان نادي جلاطة صراي التركي نادي طبعا من الاندية المشهورة في تركيا نادي موناكو ايضا الفرنسي برضو نادي مش مشهور وبولونيا الايطالي انا شايف من وجهة نظري ان الاندية دي مش هي الاندية اللي من وجهة نظري محمد عبد المنعم بيحلم بيحلم بيه انا اتمنى طبعا محمد عبد المنعم يجيله عرض احتراف ويمشي ويحترف ويجرب ده حقه يعني القانوني لكن عبد المنعم انا اوافع على رحيله في حاجة واحدة لما يجيله ريال مادريد لما يجيله برشلونة اتليتكو مادريد بايرن ميونيك ليفربول منشستر سيتي تشيلسي لان محمد عبد المنعم لا يقل لا يقل لا يقل اهمية عن المدفعين اللي في هذه الاندية يبال افضل يبال افضل عشان بس تبقوا على فين طيب اه كمان بالنسبة لموضوع محمد عبد المنعم اه هنتكلم معاكو فيه بردو اه محمد عبد المنعم طبعا من يعني من افضل اللعيبة ومن افضل المدفعين اللي موجودين تمام وفيه كلام طبعا منذ ساعة بيؤكد فيه موقع طبعا اه اسبورت محمد عبد المنعم يودع لعيب الاهلي تعرف على تفاصيل الرحيل اقترب محمد عبد المنعم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من مغادرة القلع الحمراء خلال الايام القليلة المقبلة بعدما شهدت الساعات الماضية تطور كبير في مفاوضات نادي نيس الفرنسي لضم اللاعب والوطن اسبورت علم ان محمد عبد المنعم تواصل مع عدد من زملائه في الفريق وابلغهم باقترابه من الرحيل بنهاية الموسم بعد تلقيه عدة عروض ابرزها من نادي نيس الفرنسي تفاصيل مفاوضات نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم قال المصدر داخل شركة الكرة في الاهلي ان محمد عبد المنعم سيعقد جلسة مع مسؤول الاهلي بالساعات المقبلة في حضور وكيل اعماله من اجل مناقشة العرض والاتفاق على صيغة الرحيل في الايام المقبلة لبدء تجهيز اوراق سفر اللاعب وقال كمان المصدر للوطن السبورت ان نادي نيس الفرنسي قدم عرضا جديدا للاهلي لضم محمد عبد المنعم مقابل 3 ملايين دولار بجانب وضع بندف العقد يفيد بحصول الاهلي على نسبة 25% من اعادة بيع اللاعب مستقبلا نيس الفرنسي والموافقة على احترافه لتحقيق حلمه خاصة ان مسؤول الاهلي طلبوا الحصول على 5 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب تفاصيل عقد محمد عبد المنعم جديد بالذكر ان عقد محمد عبد المنعم سينتهي مع الاهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق لللاعب التوقيع لاي نادي بشكل مجاني في شهر يناير المقبل اذا يستغل نادي نيس للموافقة على العرض المقدم لضم اللاعب خاصة ان الاخير رفض تقديد عقده لتمسكه بحلم الاحتراف في الموسم الجاري محمد عبد المنعم بيمتلك عروض اخرى للرحيل عن النادي الاهلي على رأساء طبعا الدور السعودي بخلاف عرض نيس الفرنسي طيب محمد عبد المنعم يا جماعة انا من وجهة نظري هيبقى يعني خسارة خسارة كبيرة جدا للنادي الاهلي رحيل عبد محمد عبد المنعم وانا شايف ان محمد عبد المنعم وجوده في النادي الاهلي افضل له بكتير انا غير لنادي كبير يعني وجودك نادي نيس الفرنسي مش ده يعني من وجهة نظري مش ده قيمة محمد عبد المنعم ولا ده طموح محمد عبد المنعم عايز يحترف خلاص يعني هو عايز يجرب رحلة الاحتراف وخلاص حلوة وحشة بقى مش هتفري معا كتير هو بيجرب رحلة الاحتراف وده طبعا غلط كبير جدا لان محمد عبد المنعم يمتلك امكانيات وقدرات كبيرة جدا فاتمنى من محمد عبد المنعم التفكير جيدا في هذا العرض لان هذا العرض من مسابة حياة او موت النادي الاهلي داخل على بطولة كبيرة جدا وهي كأس العالم للاندية من وجهة نظري ان محمد عبد المنعم تسويقه في هذه البطولة افضله بكتير من احترافه هذا العام خصوصا ان كأس العالم للاندية النسخة المقبلة هتكون نسخة كبيرة جدا وهيتم اقاف جميع دوريات العالم فيها وهيكون زي كأس العالم للمنتخبات فالعالم كله هيشاهد محمد عبد المنعم واندية كبيرة جدا هتكون مشاركة زي المدريد وبرشلونا وبايرن ميونيك وليفربول ومنشستر سيتي ونادي يعني اندية كبيرة جدا هتشاهد محمد عبد المنعم فاتمنى ان محمد عبد المنعم يتحل الصبر ويفكر في العرض جيدا خصوصا ان الفترة الجاية في النادي الالي هتكون فترة افضل افضل في مسيرة محمد عبد المنعم بيقول لنا من وجهة نظرك هل تتوقع رحيل محمد عبد المنعم خلال الاسابيع القليلة القادمة ولا لا مستنى رأيكم في التعليقات واتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبتكم ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مننا اشعار كل فيديو احنا بنزله مشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة